أسرة المواطنة الأسوانية المفقودة في حريق بورج جريمفيل في لندن وهي باحثة لدرجة الدكتوراه اسمها رانيا أحمد علي الأسرة أرسلت لبرنامجنا آخر مقطع فيديو لاستغاثة ابنتهم من داخل البرج أثناء الحريق المواطنة الأسوانية كما ترون في الفيديو كانت تقيم في هذا البرج المنكوب بصحبة طفلتيها وكتبت على صفحتها على فيسبوك لحظة اندلاع الحريق كتبت أن الشرطة البريطانية طلبت منهم أن يخرجوا من المبنى وأن هذا كان غير معقول من وجهة نظرها لأنه النيران اشتعلت في البرج من الدور الأول للدور العشرين وهي سكنة كانت في الدور الثلاثة وعشرين اللواء مجدي حجازي محافظ أسوان استقبل النهاردة أسرة المواطنة المفقودة وأجرى اتصالات الوسارة الخارجية للمساعدة في الوصول لأي معلومات عنها معنا على التليفون الأستاذ محمد أحمد عدلي شقيق المواطنة المفقودة ببورج لندن أستاذ محمد مساء الخير مساء الجامعة أستاذ محمد أستاذ محمد قلنا هل في معلومات جديدة جات لكم عن طريق أي جهة مسؤولة عن طريق الخارجية مثلا والله ما قال باش أنا كنت حضرتك مع المحافظة أنت بتقول الصباح وكده فقال لي هطمينك وكده وأخذ مني شوية معلومات وكده وقال لي هرجع ليك تاني أو هيبلغوك استنى على التليفون بتاعك وكده هيبلغوك والحد دلوقتي بإذن الله يعني هيكون خير إن شاء الله بإذن الله أختك لسيزة رانيا بقالها كم سنة في لندن لها سبع سنين دلوقتي لها سبع سنين وكانت سكنة في البرج ده من زمان ده من فترة ورايبة يعني هي لها سنة سنتين للسنة اللي فيه جديد يعني والفيديو اللي انتو اللي احنا عرضنا ده دلوقتي كان وصلكم عن طريق صفحتها على الفيسبوك لا أنا الفيديو ده شفته رح تكلمتها أنا كلمتها بعد الفيديو ده بتاع خمس مرات كلمتها وردت عليك مش كده ردت عليها وكانت ساعتها كانت الحريقة شغالة وكده وكنت بتكلم معها وبقول لها يعني بتحكيه لللي حاصل فهمها وبتتوريني الدنيا ماشا ازاي من خلال المكلمة اللي بيني وبينها فهم واخر مكلمة مكلمة يعني كانت بتوصف لك الحالة بتقول لك ايه كانت خلاص كانت بتكلمني فيديو فقام كنت بتوريني خلاص الدور اللي تحتها هي اللي في النار وكده وكانت طبعا بتقول لك ان انا مش قادرة يعني انزل لا ما فيش ان هي قادرة تنزل المطافي اخدت ساعتين انا مكلمها فهمها قاعد معا معا اختي كبيرة بردك هناك اه كانت موجودة تحت المدنى برده كانوا عاملين كرديون المدنى ما حدش يطلع ولا حدش اه تحرك فهم وما فيش مطافي ما فيش اه الكلام ده فهم اه يعني كنت بتابع معا هي قد تاسل مني هي وتابع اختها تحتك كبيرة اختك كبيرة كنت بتابع معا ايه طيب الدنيا جات مطاف عندوك تحت اتلك هتجي تقول لي لا وكده كنت برجع لها بتطمينها في الراحة طيب فهم يعني اخد نفسك مكاني ما يكون اختك مثلا بعد السرعة على حضرتك فهم في الموقف ده فهم احساس شعب فهم اكيد طيب وكانوا اطفالها معاها في الساعة اطفالها وكان جيرانها معاها جيرانها اغلبتهم ساكنين جنبها فيه ناس كبار في السن ومسنين وفيه شباب فهم يعني كلهم مع بعض جيران فهم فكانوا كلهم فهم مجمنات الحتة الاولانية دي لا مش روصها هناك المكان اللي هما فيه نعم لهم ما فيه شبار هي بس بتعالي المصرية احنا برضو ما نسمعناش الا عنها هي بس المصرية ربنا ربنا يطمنكم وطمننا عليها باذن الله نسمع اخبار يعني كويسة لانه طبعا هي في عداد المفقودين لكن ربنا ان شاء الله كريم وربنا يطمنكم عليها باذن الله وطمننا عليها وعلى ولادها اللي هي الاستاذ رانيا احمد عدلي وانا بشكرك الاستاذ محمد احمد عدلي شقيق رانيا احدى يعني المفقودات في عداد المفقودات في برج لندن اللي شب فيه حريق كبير جدا من عدة ايام اشتركوا في القناة